النهاردة ما هتشوف التغييرات هتلاقي عادي أكرم بيطلع محمد هني موجود علي معلول النهاردة قبل منسى عمل مباراة كبيرة جدا فكرنا بعلي معلول النهاردة مركز شغال بطريقة كويسة جدا مساعد في الناحية الهجومية الشوت الأول مكمل الشوت الثاني مكمل خبراته كبيرة عارف امتى ما بيوصل عارف امتى حيعملها على الارض الورى وعارف امتى عاملها جامد وامتى حيقوم عاملها تشبه على الارضة البعيدة عنده رؤية نهاردة عمل مباراة كبيرة علي معلول فزي ما بنقول لا في وفرة في اللعبة وزي ما قلنا حمدي مش موجود السولية بيطلع أكرم عادي ينزل هاني لعيب أساسي وشوفنا التغييرات في النحية الأمامية شوفنا شريف بيخرج بينزل شادي حسين وشتغل كويس قوي شادي حسين ويمكن هو ممكن شوية بس ايه في الاول عايز يزبط نفسه بزيادة بيحط الكرة تحت رجله يمكن بزيادة شوية ولكن لعيب كبير وحيفرق مع النادي الأهلي وشوفنا النهاردة قافشة برضو بما نزل مكان برونو اشتغل وشغل شادي والكرة اللي عملها له وكان حيبقى هدف جميل الكرة كان طبعا فيها تسلل بس يمكن الرجل حكم قطر خيره سيكازوي يعني مشاهلنا ويعني سيكازوي يعني النهاردة بالنسبة لنادي الأهلي عمل مباراة كبيرة يعني بالنسبة للتاريخ في السنين اللي فاتت لا والنهاردة عمل مباراة كويسة بصراحة طبعا يعني هو فات فلتت منه حتتين كده الانذار بتاع عاليو ديانج الرجل واخد الكرة ناحية اليمين وعاليو ديانج عايز ياخد منه الكرة واتنين بيستروا على الكرة عاليو ديانج أخد الكرة فجئنا طبعا بالانذار وطبعا بعدها الكرة الغريبة جدا بتاع الطاهر محمد طاهر اللي هو كانت مرتدة ورايح وكان بيرقص الرجل على الثمنتاشر وعمل معه فاول وقال لك يلعب ولكن يعني قياسا اللي كان بيحصل هو الرجل ما أصرش في نتيجة المباراة فالمباراة فيها إيجابيات إيجابيات كتير شوفنا حسين الشحات برضو زي ما بنقول لأكرم حمد الله على السلامة بنقول لحسين الشحات حمد الله على السلامة برضو نزل وحاول طبعا هياخد وقت حسين عبالما يرجع الفورما بتاعته ولكن هو ده النادي الأهلي اللي هو داخل بيقول رغم أننا وقع في طريقي اتحادي المنستيري التونسي في دور الاثنين وثلاثين وكانت الناس قلقانة من المواجهة ولكن أنا النادي الأهلي أنا اللي رحت عملت مباراة كبيرة في تونس ومشيتها زي ما أنا عايز وكسبت وجيت هنا كسبت ثلاثة سفر ففي مجمل التسعين دقيقة لا النادي الأهلي اشتغل وراح على الجون ولو في توفيق النهاردة لمثلا محمد شريف كان يقدر يسجل هدف وثنين وثلاثة بيتحرك محمد شريف وبيحاول على المرمى بيحاول أنه هو يسجل جون وهي دي طبيعة محمد شريف ولكن محمد شريف لازم يهدى يبقى عارف أن اللجوان حتيجي حتيجي ما يضغطش نفسه وأن أنا لازم أجيب جون أو 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 لو ضغط نفسه هتبقى القرارات هتبقى مش سليم نهاردة علي معلول راح وحطي له واحدة واثنين الشوت الأولاني ولكن يمكن القرار مش كويس ولكن يحسب له التحرك طوال الفترة اللي لعبها في المباراة الرجل بيتحرك وبيساعد زميله في مباراة كبيرة للنادي الأهلي هكلمكو طبعا